السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم طلاب و طلبات الصف الثالثة العدادة معيكم مستر عمر عبد الحميد من قناتي يا كيميا وده درس جديد من دروس مدس العلوم ويلا بيدنا ابدأ person 3 اسلام عليكم رحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم طلاب و طلبات الصف الثالث دائדי ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض ايه درس المرأة النهاردة ان شاء الله هنحتاج معانا في الدرسة بتاع النهاردة ألم رصاص وهنحتاج مصطرة يكون فيها نفس الشكل دوت يكون فيها نفس الكيرف ده او مش معاك المصطرة ديت تقدر تجيب الايه تقدر تجيب المنقلة بتاعتنا طيب نبدأ على طول مع بعض الدرس اهم حاجة بس لو انا برسم وفي اي حاجة وفة قصادر تقدر توقف الفيديو وتعيدها تاني وتفهمها تمام لان الدرس في شوية رسومات مهمين جدا 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 الانتحان اللي هيخلق عنه طيب دلوقتي هنعمل ايه عشان هقدر يقولك حدد موضع صورة تمام متكونة امام مرأة وحدد الصفات بتاعتها احنا بنامحتاجين نحنا نرسم المرأة ذات نفسها تمام ونقدر نشوف الجسم بوضعه ازاي تمام هو بيقولك الجسم وضع امام وضع خلف وضع بين مثلا بين البقرة بين مركز التكاور ايا كان هو هيقولك السؤال بيجي ازاي هو بيقولك حدد مكان الايه حدد مكان الصورة والصفات بتاعت الصورة طيب احنا هناخد دلوقتي اللي هو ايه الف بيه ازاي نعرف اساسا نرسم الايه نرسم الرسمة بتاعتنا او ازاي نقدر نرسم المراية وازاي نقدر نرسم المحور الاصل بتاعنا طيب دي ورقة زي الورقة اللي انت بتستلمها في الامتحان في اخر الترم تمام معاك المسطرة معاك الالم تمام اما حاجة يكون بس السن الالم يكون معاك ايه يكون السن متاع الالم معاك ايه رفاية طيب سنبدأ بسم الله تمام نرسم المحور الاصلي سنرسم المحور الاصلي تمام بالشكل الشكل هذا المحور الاصلي هت اركز peròه معي في المصطرة المصطرة ليدي قالت Jin كيف هو يقول لك من المهم المرئات بيننا وهذا который يـ نرسم بالمرئال ايه? المقاعرة? طيب. ولاحز هنا معي فيه ايه? فيه هنا تلات خطوط دولار. التلات خطوط دولار احنا هنسبت الخط بتاعنا دوت على الخط دوت. بص كده معي. ده الخط دوت. هنسبته مين? هنخليه يبقى ايه? موجود على نفس الخط بتاعنا عشان نقدر نرسم ايه? عشان نقدر نرسم المرئال بتاعتنا. طيب بص كده. وهعمل كده بالشكل ده. خطوط كده. يبقى انا كده رسمت اول حاجة. رسمت ايه? رسمت المحور الاصلي اللي معايا. طيب بعد كده رسمت الايه? رسمت المرئاة. طيب وهجي هدي كده ايه? هجي هدي الظل بتاعنا كده. تمام? وايه يا ريت ما انكترش بالايه? ما انكترش في الشرط ديت عشان ايه? مش ما بنبانش ان انت ايه شغال شغل عشوائي. يبقى احنا كده اول حاجة رسمنا المحور الاصلي رسمنا المرآة وعملنا التصليب بتاعنا عشان تبني ان ايه ان الجزء العاكس يكون من الداخل طيب عندي هنا في المسطرة عندي تدريج ايه عندي اول تدريج التدريج اللي هو الصغير اللي هو اه صفر واحد اتنين تلاتة اربعة وعندي التدريج التاني اللي هو الكبير ده اللي هو بيبدأ صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ما نجدعه بالتدريج الكبير خلينا على التدريج الايه الصغير وهاجي من هنا كده. تمام? وعندي بداية الشرطة ديت اللي هي بداية الصفر اللي هي بداية اللي هي الصفر. واقف بيها بالزبط عندي بداية المراية. وعندي اتنين سنتي. تمام? وهحط ايه? وهحط نقطة. عندي اتنين سنتي وهحط ايه? نقطة. طيب. وهاجع على بعد اربعة سنتي. وحط نقطة. النقطة يا مستر هقول لك عليها دلوقتي. طيب انا جيت حطيت عندي عندي اتنين سنتي نقطة. تمام? وعندي ايه? وعندي اربعة سنتي نقطة. النقطة اللي حطيتها عند اتنين صمت ديت هسميها ايه هسميها هسميها به اللي هي ايه ايوة سمع الناس بتقولها ايه ايوة به اللي هي الايه البعد البقري طيب واجه هنا هسميها ايه هاجه هنا هسميها ميم هسميها ايه ميم اللي هي المركز بتاعي طيب وعند النقطة اللي هنا اسميها ايه ايوة النقطة دي تعتبر ايه النقطة دي قاف اللي هي ايه قطب المرآة اللي هي النقطة النقطة الايه النقطة الوهمية اللي بسيت ايه اللي بتتوسط معي المرآة يبقى تاني انا كده رسمت الايه المحور captive sense الرسمت المرآة وعملت لها التزليل بتاعها رسمت البقرة تمام طيب رسمت ايه تاني حطيت النقطة هنا ايه على بعد اثنين سنتي بينها وبين مين بين البقرة وبين قطب المرآة هاتد خليناها كان اثنين سنتي. انا ليه بقول لك الابعاد ديات? الابعاد ديات اتفتراضية. انت تقدر تخليها بمزاجك. يعني انت ممكن تخليها على واحد سنتي او اتن سنتي ايا كان. بس اهم حاجة المسافة اللي تبقى بين قطب المراهة والبقرة تبقى نفس المسافة اللي بين البقرة ومين? بين مركز التكاور بتاعك. طب ليه يا مصطر? علشان انت ما تطلق بطش في المأساة بتاعتك. تمام? ويفضل ان انت تخليها بنفس الابعاد كده علشان ايه? علشان الرسمة تطلع مزبوطة معاك. طيب. دلوقتي انا عايز ارسم معي الجسم. الجرس عشان انا اقدر ارسمه. الجسم احنا بنرسمه عبارة عن ايه? بيكون عبارة عن عبارة عن سهم. بيكون عبارة عن ايه? بيكون عبارة عن سهم. بالشكل ده كده بالضبط. كده. تمام? وبنرمز له كده بالشكل ده كده. ده عبارة عن ايه? ده كده الجسم بتاعنا. فانا لما اجي برسمه مسلا هرسمه ايا كان مسلا هنا في النقطة دية بعد مركز التكور يبقى بيكون بالشكل ده كده ده كده ايه ده الجسم طيب انت فين ان هو بينعكس على ايه بينعكس على المرآة فييجي الانعكاس بتاعه بيكون موازي بيكون موازي مين للمحور الاصلي فانيجي نشوف كده الموازي بتاعه بيبقى شكله عامل ازاي يبقى انت كده بص ايه ده الجسم معانا اهو تمام الانعكاس بتاعه كان مين ايه ده انعكس على المين انعكس على المرآة طيب بيكون موازي مين بيكون موازي للمحور الاصلي تمام كده يبقى احنا كده فهمنا ازاي نرسم المرآة ازاي نرسم المحور الاصلي ازاي نقدر نرسم مين الجسم ازاي نقدر نعكس الانعكاس بتاعه على المرآة ذات نفسها تمام تمام كده يا سنة ثالثة طيب دلوقتي يا سنة ثالثة هناخد مع بعض ايه هناخد مع بعض الحالة الاولى هناخد مع بعض الحالة الاولى يقول لك ان لو الجسم على بعد اكبر من ايه من ضعف البعد البقري تاني لو الجسم على بعد اكبر من ضعف البعد البقري اللي هو ابعد من ايه من مركز التكور طيب تيجي نترجم الكلام ده واحدة واحدة يقول لك اي ده ده البعد البقري يقول لك على ضعف البعد البقري مش الضعف بتاعه اللي هو مركز التكور طيب. او الدكس على بعد اكبر من مين? من مركز التقور. يبقى افترك حال حاجتين ادي ده مركز التقور. ايه? ايه? هو يقصد مركز التقور. طيب على بعد اكبر. طيب اكبر يعني انا مسلا هرسم الجسم على بعد مسلا كام? نرسمه على بعد واحد يدي كده هقف على مركز التقور قد الصفر بتاع اهو. طيب? هقف كم? هقف هنا عند كام? عند واحد وهاعمل ايه? وهعمل الجسم. وهعمل ايه? نخليه كده مع بعض على مسافة سطرين. ليه? عشان الرسم لك تطلع معك واضحة وجبير. لان هو بقولك مشافة ايه? مسافة على بعد اكبر. على مسافة على بعد ايه? اكبر. طيب نرسم كده على بعض سطرين. ادي اهو ادي الجسم هو معنا. ونرسومه على بعد ايه? سطر ايه? اما حاجة انا قلت لك تستخدم الم يكون السنة بتاعه رفيا عشان يكون معك دقيق في الرسم. الشكل ده كده. وده ايه? وده السهم بتاع لايه? بتاع الجسم اللي اتفقنا عليه. طيب. الجسم معي ادي ده الجسم معي. عشان يبقى متفقين هو هينعكس انعكسين? انعكاس. يعني هيسقط مرة على المرآة. مرة هيسقط على المرآة. طيب هو لو سقط على المرآة فهو بيكون موازن مين? بيكون موازن لمحور اصلي. طيب بيقولك ان الجسم لو سقط موازي ينعكس ايه? ايوة القواعد اللي اخدناها. لو سقط موازي للمحور الاصلي بينعكس ايه? بينعكس مرا بالبقرة. طيب الحالة الثاني بيقولك ان هو لو سقط مرا بالبقرة بينعكس ايه? بينعكس موازي للمحور الاصلي. طيب نيجي نشوف الكلام ده كده مع بعض يا سنة ثالثة. طيب ادي اول حاجة احنا بنقول ايه? بنقول هايسقط موازي. هايسقط ايه? هايسقط موازي للمرآة. هايسقط موازي ايه? للمحور الاصلي ايه واركتز معايا كده. هاي سقط كده على المرآة طيب ونعمل الايه السهم بتاعنا اللي هو كده ايه الاتجاه بتاع الايه بتاع العشعة بنقول ايه بقى ايه هو كده سقط موازي لمين للمحور الاصلي سقط موازي لمين للمحور الاصلي فانعكاس يكون ايه مار بالبقرة انعكاس يكون ايه مارا بالبقرة ادي كده ادي البقرة اهي نقطة البقرة اهي تمام وادي ايه وادي المرآة طب اهو كده بالشكل دوت فايه ايه ايه نزبط كده الرسم بتاعنا حاول نزبطها مع بعض. تمام? اهو. ونعمل ايه? اتجاه الاشعب بتاعتنا. تمام كده? يبقى ادي اول حاجة. ادي الجسم معنا. ده الجسم. تمام? سقط ايه? موازي للمحول الاصلي. فايه? انعكس مرا بالبقر. طيب تيجي نشوف الحالة التانية بقول لك ايه? هيسقط مرا بالايه? هيسقط مرا بالبقرة. هيسقط مرا بالبقرة. ادي الجسم اهو. تمام? واده البقرة. تمام كده? يبقى ادي الجسم معايا. اول سخوت ليه كان على ايه? على المرقاة. موازي للمحور مين? محور الاصلي. طيب. تاني سخوت كان ماله? سخوته كان على البقرة. مرا بالبقرة. طيب انعكاسه بقى هينعكس موازي للمحور الاصلي. يبقى انا الجسم سقط معايا كده. ادي السخوت الاولاني وده السخوت التاني. الانعكاس بتاعه كان الاول مر بالبقرة. التاني هيكون موازي مين? للمحور الاصلي. طيب ركز بقى معايا. حين ايه? حين الجسم نزل معايا عن السطر بتاعي. عشان ما تطلق بطش. لازم شوف نفس المسافة اللي هو انعكس عليها بالزبط. وتعمل الارتداد بتاعها. يبقى بص كده. تزبطها بالزبط. تمام? طيب هو يا مستر انا بزبطها بالزبط. ده هينقصني في الدرجات او جده. احنا بنتعرف او بنتعلم ازاي احنا نشتغل صح. تمام? احنا عشان انت تقدر تشتغل صح. ده الصح بتاعك. لكن انت مسلا لو غلطت في الامتحان في حاجة بسيطة اطلعت حاجة بسيطة. يعني على حسب المصحة اللي بس هي بتبقى متفوتة يعني عموما. فانت ايه? يعني حاول تتعلم الصحة على قد ما تقدر. فهبص كده بالشكل ده كده بالزبط. تاني. احنا قلنا كده. سقط مرا بالبقرة. انعكس ماله ايوة. انعكس موازي للمحور الايه? الاصلي. طيب. هنا ده الارتداد بتاع ايه? بتاع اللي كان موازي للمحور الاصلي مرا بالبقرة. ودوت الارتداد بتاع مين? اللي هو موازي للمحور الاصلي لما مرمين بالبقرة. نقطة طلاقي شعاعين دولت. ايه اللي هيحصل معي? هنا نقطة تكون الصورة. هنا نقطة تكون ايه? نقطة تكون الصورة. بالشكل ده كده. يا سنة تالتة. بص كده معي. تمام? نزبط الرسمة بس اهم حاجة. لان الرسم مهمة جدا. تمام كده? ونعمل ايه? ونعمل السهم بتاعنا بالشكل ده. نعمل ايه? السهم بتاعنا بالشكل ده. طيب. يبقى انت كده لما يجي اقول لك وضح بالرسم صفات جسم على بعد اكبر من ضعف البعد البقري او ابعد مركز التكور? طيب. اول حاجة انت لو تلاحظ معي من الرسم. لو تلاحظ معي في الرسم. هل هو الجسم تكون معك فين? يقول لك مكان الجسم. هتقول له على بعد اكبر من ضعف البعد البقري. زي ما هو بيديوها لك في السؤال. وده هنتعرف معي في الشريحة مع بعض. هنتعرف على صفات الصورة والمكان. وايه? والخواص من الصورة المتكونة. طيب. اول حاجة عايزك تلاحظها من الرسم هنا. عايز تلاحظ ايه? بص هنا الجسم كان على مسافة سطرين. صح? الجسم كان على مسافة سطرين. طيب هنا يا مصطر لا ده على مسافة ايه? على مسافة سطر وحاجة بسيطة. فكده بعتبر الصورة ما لها? مصغرة. تاني. هنا الجسم كان على مسافة ايه? سطر ايه? طب الجسم الصورة بتاعته بقى لما تكونت. ما هي دي الصورة بتاعته اللي تكونت? دي الصورة. على مسافة ايه? سطر ايه? مصغرة. طيب اتجاه السهم هنا كان لفوق. هنا اتجاه السهم ماله لتحت. تبقى صورة ايه? صورة مقلوبة. يبقى اخي ده صفات الصورة هنا المتكونة معنا. بتكون ايه? حقيقية مقلوبة مالها مصغرة. حقيقية مقلوبة مصغرة. وانتعرف مع بعض ايه? مع بعض الكلام ده في الشريحة دلوقتي. تمام كده? تمام. طيب هناخد دلوقتي مع بعض ايه? زي قلنا اول رسمة. بقول لك لو ايه? لو وضع وضح مكان الصورة لو وضع الجسم ايه? امام مرآة مقعرة على بعد ايه? على بعد اكبر من اكبر من ايه? من ضعف البعد البقري. ويعني ايه ضعف البعد البقري يا مصر? يعني اكبر من مركز التكور. اهو? ادي الجسم بيقول لك وضع على ايه? على بعد بعد ايه? اكبر من ايه? اكبر من ضعف البعد البقري. اكبر من ضعف البعد البقري. يعني ايه? يعني اكبر من مركز التكوير. مش هو دوت ضعف مش ده البعد البقري. طيب ضعفه ضعفه. لان المسافة هنا كده هو قلنا اتنين سنتي. والمسافة هنا هنا كام? اتنين سنتي. هو يقول لك ايه? على بعد اكبر من ايه? من ضعف البعد البقري. اللي هو الضعف البعد البقري اللي هو يعتبر معك مين? اللي هو يعتبر مركز التكوير. فعلى بعد اكبر بقى من مركز التكوير فالجسم هيكون هنا. الى هيحصل قلنا اول واحد اهو هيسقط ماله هيكون موازي اهو موازي مين موازي للمحورة الاصلة تمام هينعكس مارا بالبقرة طب التاني مارا بالبقرة ينعكس ماله يعنى عكس موازي لمحورة الاصلة صورة الجسم هتكون فين بين البقرة وبين مركز التكاور اهو موضع الجسم اهو ان فين هو اللي قاله هو هاخدها من السؤال على بعد اجبر من ايه الجسم على بعد اكبر من ضعف البعد البقري يعني اكبر من مركز التكور اهو انا كتبتها زي ما هي في السؤال كتبنا هنا طيب مكان الصورة مكان الصورة فين يا مستر بين البقرة تمام بين البقرة اهو وبين ايه مركز التكور لان ده الجسم هو اللي تكون معانا ده الجسم اللي تكون ايه معانا طيب خواص الصورة وانها ايه حقيقية مقلوبة لان اتجاه السهم التحت اهو ده اتجاه السهم الفوق مالها مصغرة مالها ايه? مصغرة. تمام كده? تمامي. بقى دي كده كانت اول ايه? دي كده كانت اول حالة. بنيجي نشوف مع بعض الحالة التانية. وايه? ونرجع تاني ايه? مع بعض. طيب معنا الحالة التانية يا سنة ثالثة بيقول لك ايه? لو الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البقري. يعني ايه ضعف البعد البقري? مش ده البعد البقري? طيب بيقول لك ضعفه. يعني فين? يعني عند مركز التكور. يعني عند مركز الايه? التكور. الرسمة ديك لازم يكون الالم بتاعك سنور فيع جدا. تمام? لان الرسمة دي دقيقة جدا. الرسمة دي ما لها? دقيقة جدا. طيب نركز مع بعض. بقول لك على ايه? على ايه? على مركز التكور. طيب هيجي عندي مركز التكور كده بالضبط. تمام? ركز كده معي. ايه دي مركز التكور بتاعنا. تمام? وهرسم ايه? وهرسم الجسم. وهرسم ايه? وهرسم الجسم. طيب. يا مستر اخليه ايه? على 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 سطر ولا على سطرين زي الرسمة اللي فاتت. لأ في الرسمة ديت هنخليه ايه? هنخليه على سطر واحد. ايه ايه? على سطر واحد بالشكل ده ايه? بالشكل كده. على سطر ايه? على سطر واحد. على سطر ايه? على سطر واحد. طيب. احنا عارفين ان هو ايه? عندي الحالتين. اول حاجة بيسقط موازي ينعكس مرة بالبقرة. يسقط على البقرة ينعكس ايه? ينعكس موازي. طيب نيجي نشوف الحالة الاولى بتاعتنا اهو تمام اهم حاجة نزبط ايدينا واحنا بايه واحنا بنرسم عشان الرسم تطلع معنا ايه تطلع معنا مزبوطة يبقى دي الجسم ايه سقط ايه سقط ماله سقط ايه موازي مين موازي للمحور الاصلي موازي للمحور الاصلي طيب هنعكس ايه بقى هنعكس مارا بالايه هنعكس مارا بالبقرة نيجي نشوف كده يعني الكاس بتاعه يا شكل عام ازاي تمام واحدة واحدة نزبط الرسم بتاعتنا تمام اهو عوية سنة تالتة بالزبط يبقى ادي هيو الجسم اهو ادي البقرة اهي تمام واحدة واحدة كمان لسه عشان نزبطة من هنا عند البقرة اهو كده بالزبط تمام كده يبقى ماله اللي حصل له سقط موازي انعكس مارا بالايه بالبقرة نعمل له اتجاه الايه السهل طيب دي اول حالة الحالة التانية اللي بيحصل له بيسقط ماله مارا بالبقرة عشان يعكس ايه موازي مارا بالايه مارا بالبقرة طيب اهو كده اهو بالزبط كده ادي البقرة تمام هيسقط ايه مارا بالبقرة تمام بالشفل ده كده تمام يبقى سقط ايه مارا بالبقرة هينعكس ايه هينعكس موازي المين هينعكس موازي للمحور الايه هينعكس موازي للمحور الاصلي هينعكس موازي للمحور الاصلي ايه ده اتخذت بالك نقطة التقاء الاشاع فين ادي نقطة التقاء الاشاع اللي هي ايه اللي هي الصورة مش ده الجسم اللي معايا ايه ده جيبها ده الصورة هنا اتكونت فين اتكونت تحت طيب بنرسمها ازاي بتبقى بالشكل ده كده بالزبط وعبارة عن ايه عبارة عن سه بتاعنا لان الصورة ما لها الصورة هنا بتكون برضو مقلوبة طيب يجي نشوف اتجاهات مصور الاشاعة معنا احنا قلنا اول واحد سقط ايه موازي للمحور الاصلي فايه مار بالبقرة انعكس مرا بالبقرة طيب التاني مارا بالبقرة فانحط اتجاه الايه الاتجاهات بتاعتنا مرا بالبقرة انعكس ايه انعكس موازي للمحور الايه الاصلي ده ايه ده مكان تكون الايه الصورة بتاعتنا ده مكان تكون الايه الصورة بتاعتنا طيب خصائص الصورة هنا ما لها اول حاجة اللي حصل لها هل هي مساوية للجسم ولا الاكتر دي كانت على سطر ودي على نفس السطر يبقى اول حاجة مساوية للجسم طيب تاني حاجة مقلوبة ولا معدولة اه الساهم ده التحت الساهم ده الفوق يبقى مقلوبة طيب وايه تالت معنا حقيقية يبقى حقيقية مقلوبة مساوية للايه? للجسم. تاني. طيب الصورة بتتكون معايا فين? الصورة بتتكون معايا عند مركز التكور. يبقى الصورة بتكون حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. ايه? بتتكون الصورة عند مركز التكور. تتكون الصورة فين? عند مركز التكور. تمام كده يا سنة تالتة? تمام. طيب الحالة التانية دلوقتي بيقول لك ايه? وضع على الجسم ايه? عايز اوضح برضو مكانه الصورة وصفاتها. لو جسم بقى وضع امام مرآة مقعارة على بعد يساوي ضعف البعد البقري. يعني ايه? يعني عند مركز التقور. اهو. ادي المرآة. ادي البعد البقري. ادي مركز التقور. ادي الجسم بتاعنا. قالك وضع على بعد يساوي ايه? ضعف البعد البقري. يعني ايه يا مصر? يعني عند مركز التقور. اهو. او ان اول حاجة هيسقط موازن مين? هيسقط موازن مين? ايوة للمحور الاصلي. هنعكس مرة بايه? بالبقرة. طب تاني حالة هيسقط ايه? مرة بالبقرة. يعني عكس ايه? اهو مرة بالبقرة. يعني عكس ايه بقى? موازن مين? للمحور الاصلي. الجسم هتكون فين? الجسم هيتكون معي في النقطة دي. نقطة تلاقي الشعاع ده مع الشعاع ده اول. هتلاقي في هتلاقي في النقطة دي. طيب النقطة دي بنسميها ايه? بنسميها الصورة. طيب نيجي ندقى نشوفها كده دي فين? اللي بيتكون عندي مركز التكور. الصورة بتتكون فين? عندي مركز التكور. اهو. لو قلنا الموضع الجسم فين? على بعد يسوي ضعف البعد البؤري. يعني ايه? يعني عندي مركز التكور. عندي ايه? عندي ايه? عندي مركز التكور. طيب. مكانوا الصورة فين? عندي مركز التكور. يا بابا مكانوا الصورة فين عند مركز التكور طيب لو ما قلنا عند مركز التكور الصورة مالها دي بتكون قد ديت فملها مساوية للجسم طب ايه مقلوبة حقيقية يبقى خاص الصورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم دي ايه مصطر للحالة التانية لو الجسم ماله لو الجسم عند ايه عند مركز التكور عند ايه عند مركز التكور تمام كده تمام طيب معنا الحالة تالتة الحالة التالتة سنة تالت بقول لك ايه لو الجسم على بعد اكبر من البعد البقري على بعد اكبر من البعد البقري تمام وايه واقل من مركز التكور ادي ده البعد البقري بقول لك على مسافة او على بعد اكبر من ده وعلى مسافة اقل من ده يعني فين يعني في النص بين مين بين البعد البقري وبين مركز الايه بين البقرة اللي هو البعد البقري ومين ومركز التكور. طيب. نيجي نتوسطة المسافة بينهم في النصر. تمام كده? نخليها ايه? على مسافة ايوة. نخليها على مسافة ايه? سنتي. اخليها على مسافة ايه? سنتي بالشكل ده. يبقى ده ايه? ده هنا الجسم. طيب وهعمله ايه برضو? زي ما اتفقنا هعمله ايه? هعمله مسافة ايه? سطر واحد. هعمله مسافة ايه? سطر واحد. تمام كده? اهو بالشكل ده كده ايه? بالزبط. هعمله بالشكل ده كده ايه? بالزبط. تمام كده? ركز معي. يبقى انا كده عملت الايه? عملت الجسم. وده السهم بتاع. وده مين? ده الجسم. متى في اين? خلاص. اول واحد بيسقط على المرآة بيكون موازي لمين? المحور الاصلي. والتاني بيسقط على البقرة. بيكون مالو. بينعكس على المحور الاصلي. طب نشوف ادي اول واحد معنا اهو. تمام? ركز كده. ايوة. شفرين كده ما انتم مركزين معي. اهو اول واحد مالو. اهو. مالو. سقط مين? سقط على المرآة بيكون موازي للمحور الاصلي. طب لما هو بيكون موازي للمحور الاصلي ايوة. بينعكس مالو. بينعكس مرا بالبقرة. بينعكس مرا بالايه? ايوة. الله ينور عليكم. بينعكس مرا بالبقرة يا مستر. بينعكس ايه? مرا بالبقرة. ادي البقرة في عيتنا ايه? ودي اهو. انعكس ايه? مرا بالبقرة. طيب. ده اول شعاع. ونرسوم ايه? نديره الاتجاه بتاعه. طيب. تاني واحد. بي ايه? بي ايه? بي مر. بي ايه? بي مر بالبقرة. بي مر مين? بالبقرة. طب بيعكس ازاي? بيعكس ايه? موازي للمحور الاصلي. طب نشوف كده. اهو. ادي البقرة. وادي الجسم بتاعنا. اهو. بالشكل ده كده بالزبط. اهو يا مستر. اهو يا مستر. اهو مرا بالبقرة. طيب. مرا بالبقرة. هينعكس ايه? هينعكس موازي للمحور الاصلي. وركز هنا بقى كده معي. الازم تخلي المسافة بتاعتك على قد ما تقدر تخليها بالزبط. يعني بالزبط تقعد ايه? تشوف المسافة اللي بين هنا وهنا تكون نفس المسافة اللي بين هنا وهنا. بالزبط ايه? عشان الرسمة بتاعتك تطلع ايه? لطقيقة. تطلع ايه? لطقيقة. عشان ما ينفعش تطلع مهندس. وانت ما بتعافش ترسل. تمام كده? تمام برضو يا دكتور عشان ما تزعلش معين. اهو. ده ايه ده الانعكاس اللي بيكون موازي لمن بيكون موازي للمحور الاصلي وندله ايه السهم بتاعه طيب النقطة دي مالها دي نقطة تكون ايه نقطة تكون الصورة معايا نقطة دي هي نقطة ايه هي نقطة تكون ايه تكون الصورة معايا طيب اهو هدي الصورة تكونت معايا هنا طيب يا مصطر ايه ده ده هنا في كذا حاجة انت هنا لو تلاحظ ان الجسم كان هنا على ايه على مسافة ايه على مسافة سطر واحد طب هنا ايه ده على مسافة سطر ونص يبقى اول حاجة معي الصورة هتكون ايه هتكون كبيرة الصورة هتكون ايه مكبرة طيب تاني حاجة هنا رأس السهم اللي فوق هنا رأس السهم التحت يعني ما لها يعني الصورة هتكون مقلوبة طيب تالت حاجة حقيقية. يبقى الصورة حقيقية ما لها مقلوبة مكبرة. طب الصورة هتتكون فين? الصورة هتتكون على ايه? على بعد. على ايه? على بعد اكبر من مركز التكور. يعني ايه? يعني ابعد من مركز التكور. على بعد اكبر من مركز التكور. تمام كده? يبقى صفات الصورة المتكونة معي هنا. حقيقية مقلوبة مكبرة. حقيقية مقلوبة مكبرة. نشوف دمع بعد في ايه? نشوف دمع بعد في في الشريحة معنا دلوقتي. طيب الحالة الثالثة معي بيقولك ايه? لو الجسم ماله على بعد اكبر من البعد البقري واصغر من بعف البعد البقري. تاني بيقولك لو الجسم على بعد اكبر من البعد البقري واصغر من بعف البعد البقري. اهو. بيقولك اول حاجة ايه? على بعد اكبر من البعد البقري. مش ده البعد البقري معنا? اهو على بعد اكبر من البعد البقري. طب ايه? وعلى على ايه بقى? اهو اصغر من ايه? ضعف البعد البقري. يعني على بعد ايه? اكبر من البعد البقري اللي هو دوت. اكبر اهو. طيب. وعلى بعد ايه بقى? اصغر من مركز التكور اللي هو بعف البعد البقري. يعني هو شال مركز التكور هنا كممكن يحط ايه? ميم. يحط ميم يقولك اللي هو ايه? مركز التكور. وحط مكان الضاعف البقرة عشان ايه? عشان الاغبطة. طيب نيجي نشوف كده معان ايه اللي هيحصل? هذي الجسم معي اهو? طيب. اول حاجة هيسقط موازل مين? موازل مين? الله ينور عليكم للمحور الاصلي. انعكس مارا بالبقرة شاطرين. طيب. الحالة التانية اهو مارا بالبقرة. ايوة. يعني انعكس موازل المحور الايه? انعكس موازل للمحور الاصلي. طيب في الحالة دي يا مستر الجسم هيتكون فين? الجسم هيتكون على بعد اكبر من مين? على بعد اكبر من مركز التكور. يعني بعد مركز التكور الجسم هيتكون ايه? الصورة هتتكون معي. يبقى الجسم كان هنا? الصورة هتتكون فين? هنا. ما لها? طيب اهو? اهو. موضل الجسم فين? على بعد اكبر من البعد البقلي وازغل من ضعف البعد البقلي اللي هو مين? اللي هو مين? يعني انا ممكن اختصر كل دو ضعف البعد البقلي. اقول ايه? وقول ايه مين? اللي هو مركز التكور. طيب اهو. مكان الصورة على بعد اكبر من مركز التكور اللي هو على بعد اكبر من ضعف البعد البقري برضو اللي انا اقول لك اشير ضعف البعد البقري اللي هي مين وحط مكانها مين مركز التكور يبقى على بعد اكبر من مين من ضعف البعد البقري او ايه مركز التكور طيب اوصل الصورة هنا معي ايه حقيقية طب ايه تاني مقلوبة اهو السهم التحت السهم مين السهم ايه نازل لتحت طب السهم ده كان فور يبقى ايه دي حقيقية مقلوبة ما لها بقى يا مصر مكبرة حقيقية مقلوبة ايه مكبرة حقيقية مقلوبة مكبرة تمام كده دي كده كانت الحالة التالتة معي طيب بس انا تالتة انا عندي كده ايه الحالة الرابعة بيقول لك انا بقى في الحالة الرابعة دي الحالة الرابعة دي على فكرة دي حالة شزة الحالة الرابعة دي حالة شزة اهنا كنا ختمتنا في كل الحالات اللي فاتت ان الجسم اول حاجة شعيع بيسقط موازي للمحور الاصلي فبينعكس مرا بالبقرة طيب الحالة الثانية بنقول ايه بيسقط مرا بالبقرة بينعكس مين بنعكس موازي للمحور العصلي هنا بقى في الحالة دي تشزه ليه حتاجها يا مسطر هقولك ليه لانا راسم المراية في النص راسم المراية في النص ففي علي منها حاجات وعلى شمالها هيبقى في رسم يعني على يمين هيبقى في رسم على الشمال في رسم طيب في الحالة دي بيقولك الجسم على بعد اقل من البعد البقري انت بشتقين ان ده ايه ده البعد البقري طيب بيقولك ان الجسم على بعد اقل يعني هيكون ايه بين المراية وبين البعد البقري هيكون في المنطقة ديه طيب نخلي ايه على مسافة سنتي هنخلي ايه على مسافة واحد سنتي ايه البعد البقري تمام وادي كده فالجسم هيكون ايه هيكون الحتة ديات كده بالظبط تمام كده يبقى الجسم هيكون فين هيكون هنا طيب معنى ان الجسم هيكون هنا معنى كده ان الصورة هتكون فين الصورة هتكون خلف المراية الصورة هتكون فين ورا المراية طيب نيجي نشوف الكلام ده مع بعض واحدة واحدة ادي كده بالشكل ده كده بالظبط اهو ادي الجسم بتاعي ادي الايه ادي الجسم بتاعي. طيب اول حاجة بنقول ماله بينعكس ايه? اول حاجة اهو مرم بين بينعكس ايه? على المرقاة بيكون ماله موازن مين? للمحور الاصلي. طيب لما بيكون موازن للمحور الاصلي. الانعكاس بتاعه بيكون ايه? ايوة? الله ينور عليكم. مرم بالبقرة. طب فين البقرة يا مستر? بالبقرة هنا. ازاي? هعكسه كده? اه زي ما يطلع هنعكسه. اهو كده? تمام? بالشكل ده كده بالزبط. اهو نزبط الرسمة بتاعتنا هم حاجة. تمام? ودي البقرة. تمام كده بالشكل ده كده. اهو. يبقى اول حاجة ماله سقطة موازن للمحور الاصلي. انعكس مرا بايه? بالبقرة. اهو. طيب. الحالة التانية ايه? بينعكس مرا بالبقرة. ماشي? موازن مين? لو بيمر بالبقرة. بينعكس موازن مين? للمحور الاصلي. هنا بقى الحالة ديت. الحالة دي شالزة. ما ينفعش معي الكلام ده. طب هرجع للقاعدة رقم تلاتة. بيقول لك ايه? ايوة بيكون مرا بمركز التكور. يعني عكس على ايه? يعني عكس على نفسه. يبقى الجسم ماله بينعكس على مركز التكور بيكون ايه? يعني عكس على نفسه. يبقى بيسقط على مركز التكور واللي بيحصله. يعني عكس على ايه? على نفسه. طب نيجي نشوف الرسمة معي هتبقى بالشكل ازاي? اهو مع بعض اهو. لا فيش اي مشكلة خالص. اهو. كده هو. ننزبط بس اما حاجة. ادي مركز التكور بتاعنا. تمام? بالشكل ده كده. وهو الجسم معنا هنا اهو. ودي مركز التكور معنا اهو. هنزبطهم الاتنين ايه? مع بعض. بالشكل ده كده اهو. طيب. ادي كده هو ايه? هو ماله اللي حصله. هو كده انعكس على المرآة. تمام? على مركز التكور وانعكس ماله. وانعكس على ايه? على نفسه. لان ايه? القاعدة بيقولك ان هو لما بيسقط ماله على مركز التكور بينعكس ايه? بينعكس على نفسه. طيب. طب فين يا مصطر? هنا الجسم. مش ده الجسم. طب فين يا مصطر الصورة? اه لسه الصورة احنا مش عايفين هتتكون فين? طب اقولك انا بقى الصورة هتتكون فين? ما احنا لما رسمنا المراية في النص قلنا الصورة هتتكون ايه? خلف المراية. طيب. تخيل معايا كده لو احنا عملنا امتداد للشعاع دوت. وعملنا امتداد للشعاع دوت. لو عملنا امتداد للشعاع دوت. وعملنا امتداد للشعاع دوت. خلف المراية. تخيل ان الصورة تمام? هتعدي في المراية وهنشوفها من الناحية التانية. الصورة هتعدل في المراية وهنشوفها من الناحية التانية. طب نجي نعمل امتداد للشعاع دوت. اهو. ادي اول شعاع معي. بالشكل ده كده. طالما هو امتدادة سنة تالتة هعمله ايه? هرسمه خط متقطع بالشكل ده كده. هرسمه خط ايه? متقطع. طيب. ده اول حاجة. طيب ده التاني. اهو. في شكل ده كده. اهو. هتخط معي كده اهو. تمام? وهرسمه ايه? اسمه خط ايه? متقطع. اسمه خط ايه? متقطع. اسمه خط ايه? متقطع. نقطة التقاطع بتاعتهم خلف المرآة دية ما لها. هو ده ايه? هو ده الصورة اللي بتتكون معايا في ظهر الملاية. طيب طالما هي اساسا بتتكون في ظهر الملاية. معناها كده ان هي صورة ايه? صورة تقديرية. طيب صورة تقدرية. نجي نرسمها كده بالشكل ده كده. اهو. طيب طالما هي صورة تقدرية. تمام? يبقى طالما انا عملت امتداد متقطع. اعمل ايه برضو? اعمل الصورة خط ايه? متقطع. اعمل الصورة خط ايه? متقطع. طب ايه دي بقى يا مصطر انا عملت السهم الفوق ركز كده انا عملت السهم الفوق يعني كده ده الصورة عملها معتدلة تقديرية عشان خلف المرأة طب في حاجة هنا هنا كانت على بعد ايه على بعد ايه سطر واحد طب هنا ايه لأ ده هنا سطر ونص يعني مالها يعني الصورة مكبرة يبقى الصورة هتتكون وراء المرأة خلف المرأة تقديرية معتدلة مكبرة وعلى فكرة تعتبر حالة شزة جدا بس مهمة جدا بتيجي في الامتحان مالها مهمة جدا الحالة دي مالها مهمة جدا يا سنة تالتة فكز عليها عشان دي دايما بتيجي في الامتحان يبقى تاني اول حالة اهو بيقول لك على بعد ايه على بعد اقل من البعد البقر ادي البعد البقر هي بعد اقل طيب ادي الجسم رسمنا اهو رسمنا الجسم بعد كده هينعكس ايه هينعكس موازي للمحور الايه الاصلي مرا بالايه مرا بالبقر طيب الحالة التانية عشان هي شازة ماله هيمر بمركز التكور وهينعكس على نفسه نعمل الامتداد بتاعتهم عبارة عن خطوط متقطعة تمام الصورة هتتكون معي ايه خلف المرآة الصورة تتكون معي ايه خلف المرآة تقديرية معتدلة مكبرة تقديرية معتدلة ايه مكبرة نشوف ده مع بعد ايه في الشرح ايه على ايه في اللي معنا دلوقتي طيب الحالة الرابعة بيقول لك ايه وضح مكان الصورة وصفاتها الجسم وضع امام مرآة مقعارة على بعد اقل من ايه من البعد البقري ركز انا معي في ديت عشان دي مهمة جدا قلنا عليها اهو دي تيجي دايما في الامتحان على بعد ايه اقل من البعد البقري قادي البعد البقري قادي ايه قادي البعد البقري طيب وقادي ايه مركز التكور تتكر قلنا الحالة ما لها شزة يعني ايه يعني مهمة شزة يعني ايه يعني مهمة يا سنة تلتة طيب قادي اول حاجة قادي البقرة ايه قادي الجسم على بعد اقل طيب قادي الجسم معنا اهو اول حاجة هينعكس ايه موازل ايه اول حاجة هينعكس موازل مين المحور الاصل طيب هينعكس مرة بايه بالبقرة هنخليه مر بالبقرة امناش دعوة اهو هينمر ايه بالبقرة طب بالحالة طب الحالة التانية ينفع يقولك هيسقط مرة بالبؤرة ينعكس على المحو الرأسلي? لا ما فيش الكلام ده هنا. طب هنا يبقى ايه? هنا الحالة دي شزا علشان كده انا بقول ايه هنا? بقول لك ين يسقط ايه? يسقط على مركز التكور فانعكس على نفسه. تاني. يسقط على المركز التكور فانعكس على ايه? فانعكس على نفسه. اهو سقط الجسم هو سقط على مركز التكوير. وما اللي حصل له? انعكس على نفسه. طب يا مصر انا قلت لك احنا رسمنا هنا لايه? رسمنا المرأة هنا في النص ليه? لان هيبقى فيه رسمي من ناحياتي وهيبقى فيه رسمي من ناحياتي. فالصورة هتتكون معي فين? الصورة هتتكون خلف المرآة. الصورة هتتكون خلف المرآة. فقالنا هنعمل امتداد للاشعة بتاعتنا للشوعين دولار. الامتداد ده عبارة عن ايه? عبارة عن خطوط المنقطة كده او متنقطة بالشكل دوت. تمام? هيتلقى فين? الصورة هتتكون معي في الحتة دية. الصورة هتتكون معي فين? في الحتة دية. هنزل كده بيها كده عبارة عن خط متفطط. طيب صفات الصورة المتكونة ايه سنة ثالثة? صفات الصورة المتكونة مالها تقديرية معتدلة. ليه بقى معتدلة قلنا? معتدلة ان السهم هو فوق ودي السهم هنا وشه الفوق. فكده معتدلة. طيب. تقديرية ليه قلنا تقديرية? لان هي مش هتبقى حقيقية لان هي خلف المرآة. احنا تخيلنا لو ان الشعاع دولة عملنا ليه وامتدادات? هنشوفها فين? هنشوفها خلف المرآة. فعشان كده مالها? عشان كده الصورة تقديرية. معتدلة طب ايه تاني? مكبرة. بص انت كده السهم دوت. حجم قد ايه؟ بص كده السهم دوت طوله قد ايه? فعشان كده الصورة طلعة ايه? طلعة كبيرة. الصورة طلعة ايه? طلعة كبيرة. وركز الحلة دي ايه? مهمة جدا. ان الحالة دي ايه يا سنة تالتة مهمة جدا وبتيجي دايما في الامتحان تمام كده نخش على الحالة اللي بعديها طيب يا سنة تالتة الحالة الخمسة والاخيرة اللي معنا الحالة الخمسة وايه والاخيرة بيقول لك لو الجسم على بعد البعد دي يسوي ايه البعد البقري يعني ايه الجسم على بعد يسوي البعد البقري يعني الجسم موجود فين يعني الجسم موجود عند البقرة الجسم موجود عند ايه البقرة تيجي نشوف الرسم معنا مع بعض هيبقى شكله عامل ازاي ادي عند البقرة هرسم الجسم معي بالشكل ده كده تمام كده ركز كده معي تمام لان الرسمة دي تعتبر برضو ايه حالة شزة وبيجي على اسؤال مهم جدا ادي الجسم معي اهو عندي ايه عند البقرة تمام قلنا اول حاجة اللي هيحصل له ايوة شطرين ايه ايه ايوة موازن مين موازن المحور الاصلي اهو ادي الجسم معي اهو ادي ايه ادي الجسم اللي يحصل له موازن المحور الاصلي تمام ماله هينعكس ايه بقى ايوة مارا بالبقرة تمام هادي البقرة هيبقى عكس مارا بالبقرة يبقى الانعكس بتاعه يبقى شكله عامل كم شكله هيبقى عامل بالشكل ده كده بالزبط اهو اهو انعكس ايه اهو ماله مارا بالبقرة تمام نديل السهم بتاعه يبقى اول حاجة اول حاجة معي مالو اهو كان موازن مين للمحور الاصلي نعكس مارا بالبقرة طيب الحالة التانية هي هي نفس الحالة بتاعت مين بتاعت الحالة الرابعة مالو هيمر بمركز التقور وينعكس على نفسه اهو ادي الجسم معي اهو هيمر بمين هيمر بمركز التقور اهو هيمر بمين بمركز التقور هيمر بايه بمركز التقور يا مستر اهو اهو مر بمركز التقور طيب الحالة بيقول لك انه لو مر بمركز التقور يقول له يحصل له هينعكس على ايه هينعكس على نفسه هينعكس على ايه هينعكس على نفسه اهو اهو كده ودي الانعكاس على نفسه بالشكل ده طيب يجي سؤالة هنا مهم جدا. هقول لك ماذا يحدث لو الجسم كان على بعد يساوي على البعد البقرية. الجسم كان على بعد يساوي على البعد البقرية. او الجسم كان عند البقرة. هتقول له في الحالة دية لا تتكون صورة للجسم. عدده الجسم بالتوقيف. طيب مش دولة الشاعرين. وفود ان الشاعرين دولة يتقطعه في نقطة. نقطة التقاطب وبتاعتهم تكون ايه? تكون الصورة بتاعت الجسم. فهتقوله ايه? لا تتكون صورة. ليه? ليه يا مصدر? لان الشعاع ده ماله موازي لدوت. فهتقوله لان الاشعاء الضوئية تمام? مالها بتنعكس متوازية الى مالة نهاية. لو فضلت تمدي دوت. اهو لو فضلت تمدي دوت وتمدي دوت. الى مالة نهاية مالهم مش هيتلاقوا. يبقى هتقوله لان الاشعاء الضوئية تنعكس مالها متوازية الى مالة نهاية ولا تتلاقة. ولا ايه? ولا تتلاقة. فعشان كده الرسمة دي مالها مهمة جدا اللي بيجي عليها السؤال في الامتحان. يقولك ايه اللي بيحصل? لو الجسم كان على بعد يساوي البعد البور اي الجسم كان عند مين? عند البقرة. يبقى انت كده فهمت الاجابة بتاعته? لان الاشعاء الضوئية تنعكس متوازية الى مالة نهاية ولا ايه? ولا تتلاقة. ولا ايه? ولا تتلاقع. طيب. نيجي نشوف الكلام ده مع بعض ايه? في الشريحة اللي معنا دلوقتي. الحالة الخمسة معنا والاخيرة بيقول لك ايه? وضح مكان الصورة لجسم وضعه امام مرآة على بعد يساوي البعد البقري. يعني الجسم موجود على نقطة البقرة. الجسم موجود على نقطة ايه? البقرة. ادي الصورة ديت. وخلي بالك برضو دي مهمة جدا عشان بيجي سؤال عليها. طيب. ادي البقرة معانا هنا. تمام? الجسم ذات نفسه موجود على البقرة. طيب. نيجي نشوف بقى اول حالة بيقول لك ايه? هياسقط ايه? موازي للمحور الاصلي. يدي الموازي للمحور الاصلي اهو. الكوري. طمان. هياس عجيس ايه? مرآة؟ ايوا بالبقرة. هياس عجيس مرآ بالبقرة. فبدال الحالة الاولى الحالة الثانية شازة برضو اهو. ما له? هياسقط ايه? هياسقط على مركز التكور وهياس العكس على نفسه. يسقط على مركز التكوير قد الجسم هو سقط على ايه على مركز التكوير طيب انعكس على ايه انعكس على نفسه يعني هو سقط كده تمام واللي انعكس بتاعه كان ايه كده يعني سقط على مركز التكوير وانعكس على نفسه طيب هنا فيه سؤال مهم جدا بيقول لك ماذا يحدث اذا وضع جسم امام مرآة مقعارة على بعد يسوي البعد البقري هقوله ايه هقوله لا تتكون صورة هيقول له ايه? لا تتكون صورة. مش هتتكون معي صورة. الصورة معي مش هتتكون. تب ليه? هقول له ان ايه? ما لا نهاية. الشوعين الضوئين دولت ايه? ما لا نهاية فمش هيتقطعوا. متوازين. هقول له الاشعة الضوئية المنعكسة مالها متوازية. فلا يتلاقيان. فايه? فمش هيتلاقوا. فايه? مش هتلاقوا. يبقى ان ديك شايف اهو? ادي شعا دا ماله اهو. هيفضل ماشي كدا على طول. والشعا دا زاوي يفضل ماشي على طول. اهو ماشينا على طول. ايه اللي هيحصل لهم? هل هيتقطعوا? لا مش هتقطعوا في نقطة. فعشان كده مش هتتكون صورة. يبقى انت كده فهمت ليه مش هتتكون صورة? هبنيجي نشوفها هوا مع بعض. موضوع الجسم. الجسم كان فين? على بعد يسوي ايه? على بعد يسوي البعد البقري. على بعد يسوي ايه? البعد البقري. طب مكان الصورة مش بتتكون معي صورة. مش بتتكون معي ايه? مش بتتكون معي الصورة يا سنة ثالثة. تمام كده? تمام. طيب دلوقتي معي ايه? خصائص الصورة المتكونة في المرآة المحدبة. المرآة المحدبة عندي معلش الرسم بتاعها. بس هاخد خصائص الصورة بتاعتها. طيب. بيقول لك ايه? الجسم موجود فين? الجسم بيوجد في اي مكان بس امام المرآة. تمام كده? يبقى الجسم موجود فين? قدامي المرآة. المرآة ايه? مرآة محدبة ركز. طيب. ده الجسم. طب الصورة بتتكون خلف المرآة. الصورة بتتكون فين? خلف المرآة. طيب خواص الصورة معي ايه هنا? خواص الصورة المتكونة في المرآة المحدبة بتكون تقديرية معتدلة مصغرة. يبقى تاني. الصورة بتتكون فين? خلف المرآة. خواص الصورة تقديرية معتدلة مصغرة. تمام كده? طيب. عندي بعد كده ايه? عندي بعد كده نشاط. بيقول لك تعيين نصف قطر تكور المرآة المقعرة. تعيين نصف قطر تكور المرآة المقعرة. بيقول لك ايه هنا الادوات معايا? مرآة مقعرة. تمام? هجيب مرآة مقعرة. هجيب حامل عشان اشيل عليه المرآة. تالت حاجة هجيب صندوق وفي ايه? في لمبة مصباح والمصباح قدامها ايه? سب. قد الرسمة معايا اهوت. قلنا ايه? قلنا مرآة مقعرة. تمام? وعلى حامل عشان ايه? اقدر احرك المرآة يمين شمال كده اقدر اتحرك فيها. طيب. ايه تاني? قلنا صندوق دوقي. هو ده الصندوق. في المصباح دوت. وفي ايه? وفي الصغب دوت. طيب. نجي نشوف الخطوات مع بعض. بتقول ايه? بيقول لك اول حاجة. اعمل ايه? هحط المرايا على الحامل. امام المصدر الضوي. اللي هو الصغب. تمام? هحط المرايا قدام ايه? قدام الايه? على الحامل. وحطها قدام ايه? المصدر الضوي. طب بعد كده هعمل ايه? هنحرك الحامل. اللي هو ايه? اللي هو الموجود عليه المرايا. حركه ايه? هفضل اقربه وبعده. هفضل اقربه وبعده. اقربه وبعده. لحد ما الصورة بتاعة المرآة مش فيه انعكاسة يحصل عليها للصغب. لحد ما دينا الصورة للصغب جنبه بالزبط اده في الحجم. تاني. تاني. اللي هيحصل? هفضل احرك في الايه? في المرآة. اقربها وبعدها. اقربها وبعدها. لحد ما اتكون معايا الصورة للصغب بجواره ايه? مساوية له. تمام كده? طيب. هعمل ايه? هيز المسافة. هيز المسافة بين مين ومين? بين المرايا والصغب. بين المرايا والايه? والصغب. فده هيديني ايه? قال لك هيكون مساوي لنصف قطرة تقور المرآة. يبقى تاني. هفخلي المرايا على الحامل قدام الايه? المصدر الدوء. هفضل احرك المرايا وديها واجبها ايه? حتى الصورة تتكون معايا قدام ايه? على الصغب. لحد ما الصورة تتكون معايا على ايه? على الصغب. بتكون ايه? بتكون بجواره ومساوية ليا. يبقى بتبقى قدام الصغب ماله. قدامه يعني ايه? يعني جنبه. يعني الصورة بتبقى جنب الصغب. قد الصغبة هوت? الصورة ما لها? بتكون جنبه هنا. طيب مالها لازم تكون مالها مساوية لها. طيب هقيس المسافة بين مين? بين المرآة وبين الصغب اللي تكون. هقيس المسافة بين المرآة وبين الصغب اللي تكون. فهتكون المسافة دي ايه? مساوية نصف قطرة تقور المرآة. فالاستنتاجة عندي ايه بقى? هقولك ان نصف قطرة تقور المرآة نصف قطرة تقور المرآة يساوي ضعف بعدها البقر. يساوي ضعف وبعدها ايه البقر اللي هو القانون اللي احنا عارفينه اللي نقى بتساوي اتنين عين نقى بتساوي اتنين عين اللي هو برضو لو حبيت اجيب عين اللي هو البعد البقري هقسم ايه هقسم نق على الاتنين يبقى تاني لو حبيت اجيب عين هي لوحدها ما هي عينة هي هعمل معادلة هجيب ده النحيات واقسم ده على ده يبقى نق على ايه نق على الاتنين تمام كده يا سنة تالتة مفهومة التجربة دية تمام نجي بعد كده اخر حاجة معي في درس المراية هي ايه؟ هي استخدامات المراية معي عندي مراية مقاعرة وعندي مراية محددة بقول لك استخدامات المراية مقاعرة اول حاجة ايه هي؟ اول حاجة بقول لك بنستخدمها في عكس اضاءة المصابيح الامامية اللي موجودة في العربيات بيبقى موجودة في العربيات قدام من قدام كده مصابيح اللي هي الفوانيس اللي هي ايه بتاعت الاضاءة بنستخدم فيها الكلام ده بيستخدفها ايه؟ المراية المقاعرة. في عكس اضاءة المصابيح الامامية للسيارات. طب تاني حاجة نستخدم مراية المقاعرة في صنع التلسكوبات بتاعت ايه? اللي بيستخدمها في الرصد الفضائي. يبقى بتدخل في صناعة الايه? التلسكوبات اللي مستخدمها في الرصد الفضائي. طيب. تالت حاجة بيستخدموها اطباء الاسلام في الكشف. ليه? بيستخدموها اطباء الاسلام في الكشف. بيدخل المراية المقاعرة كده جوه الفم عشان يعمل عملية تكبير لان المراية مقعرة بتكبر تمام عشان يقدر يشوف ايه عشان يقدر لو تشوف فيه تسوس فيه مشكلة فين بالزبط في الاسنان تمام كده ثالث حاجة او رابع حاجة معانا ايان كان بقول لك بتستخدم ليه لتكبير صورة الوجه اثناء عناية بايه بالوجه لو انت واقف قدامي المراية وببص على وشك او ايا كان بتتفرج او في حد مثلا بيحلق شعر دقنه او اي حاجة تمام هو بيستخدم مراية ايه مقعرة علشان ايه عشان تكبر صورة وشه يقدر يشوف يشوف ايه يشوف المسافات الدايئة اللي في وشه او يشوف الصورة بتاعت وشه ايه بوضوح اكتر طيب اخر حاجة معي الاتخدامات المراية المقعرة بقول لك بيستخدم في الافران الشمسية الافران الايه الافران الشمسية طيب نيجي لاستخدامات المرآة المحدبة استخدامات المرآة المحدبة بقول لك اول حاجة ان هي توضع على يسار ويمين قائد السيارة يعني ايه اللي هي الميرايات اللي تبقى موجودة اليمين والشمال بتاعت العربية عشان يقدر يشوف بها الطريق يقدر يشوف بها الطريق ملمس فتعة ملهب بتصغر بتلم الطريق كله في الميرايات عشان يقدر يشوف ايه يقدر يشوف الطريق لأول حاجة طب تستخدم في مراكز التسوق التي تحتاج الى معدلات امان عالية لو انت لاحظت كده بيبقى في اماكن بيكون فيها ميرايات لو انت بصوت فيها تحس ان هي جايبة جايبة للمكان كله هادي المراكز اللي بيستخدمها فيها ايه هادي الاماكن اللي بيستخدمها فيها ايه ميرايات محدبة طيب ايه ثالت حاجة عند زوايا الطرق الديقة لو انت فيه طرق كده معينة شوارع في المناطق المرورية بتلاقي فيه ميرايات محدبة طب الميرايات المحدبة دي fulf магلة اهو بيستخدموها ليه? علشان يشوفوا حركة السيارات والمرور والعربيات وعشان ايه تاني? عشان يتجنبوا الحوادث بذاتها. عشان ايه? تجنبا لحدوث الحوادث. طيب. بيقولك بتستخدم في اماكن انتظار السيارات للتمكن من الايه? للاستفاف. للتمكن من الايه? من عملية الاستفاف. اخر حاجة معاي بيقولك توضع على ارصفة السكة الحديد. موجودة في المحطة بتاعة السكة الحديد. تمام? وين موجودة في المترو? موجودة في المترو? عشان السواء مال lion يقدر يتحكم في فتح واقفل ايه? فتح واقفل الاوبام علشان ما يحصلش اصابة للركاب. يبقى السواق بتاع المترو او بتاع القطر. قبل ما بيقفل ويفتح الباب والكلام ده المخطوص بيحث جامد في المترو. قبل ما يقفل ويفتح باب المترو. اللي بيحصل. بيبص في المراية اللي قدامه. بيقى فيه مرايا كده كبيرة مدورة محدبة بيبص فيها بيشوف في حده عندي الباب ولا لا عشان ما يجيش يفتح او يقفل ويحصل حاجة ايه? اصابة للركاب ويحصل اصابة لايه? للركاب. تمام كده سنة تالتة? طيب. يبقى احنا كده لمينا درس المرايا كله وبالرسوماته وبكل التجارب اللي موجودة فيه. تمام? الدرس ده هو الدسم جدا. الدرس ده نص الوحدة كلها اللي معنا. فهم جدا. ذكروا كويس جدا جدا جدا. ربنا يوفقكم فيه. ولو في اي حاجة وقفت معاكم مش عارفينها اكتبوها وانا هنا معاكم في الكومنتات. اكتبوها في الكومنتات هارد عليكم كلكم. اما حاجة ما تستوش ان انتو تعملوا لايك وسبسكراعي. تفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل على القناة. تقدروا تشوفوه وتتابعونا. استودعكم الله الذي لا تطيع وداعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.